ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير برج الحوت هنتكلم على توقعات العاطفية خلال شهر يناير لي عام 2022 مبدئين برج الحوت كل سنة وانتوا طيبين وكل سنة وانتوا صعدة تأثيرات المشتري عندكم هتديكم حظ وفير كتير خاصة في الأمر العاطفي وكمان هتكون أفضل من غيرك في الأمور العاطفية وده بسبب تراجع الزهر في برج الجدي يعني انت عندك شهر فبراير هتبقى ملك الحظ في حاجات كتير جدا 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 لكن يناير شوية لكن الأمور العاطفية انت يعتبر من أحسن أحسن من الفترة اللي قابلة يعني عندك مرحلة صعود بشكل كتير قوي طيب برج الحوت مبدئين الوضع العاطفي بالنسبة لك هيكون فيه أمور كتير جيدة فيه تحسن هايل جدا جدا بالنسبة لك هيكون المشتري داعم ليك عندك أصدقاء هيكونوا معجبين بيك جدا جدا فيه علاقات صداقة خاصة في خلال النص الأول أو أقدر أقول بالأخص أول أسبوعين ونص يعني أو أول ثلاث أسبوعين ليومين بالنسبة لك هيكون الفترة دي هتبقى مميزة كتير فيه إنه يبقى فيه مراحل إعجاب علاقات صداقة عايزين يحولوها الأمور العاطفية وكمان من الناس المنفصلين كتير من الماضي اللي عايز يرجع لك وكتير من الماضي اللي انت هتقدر ترجعه يعني لو انت عايز ان الماضي يرجع لك هتكون قادر كتير على انك ترجعه مرة تانية عندك القدرة العالية كتير إن انت تعمل اللي انت عايزه أو توصل ليه اللي انت عايزه الشخص اللي انت عايزه قناعات معينة لشخص معين فعندك ده جدا تأثيرات حلوة كتير صراحة يمكن يكون فيه شوية بعض الأمور اللي تبقى مش لطيفة بس ده مع بعض الأبراج ودي حسب تأثيرات تقدم يعني تانية يعني النص التاني أو آخر عشر أيام بالنسبة لك هيكون الوضع شوية فيه تركيز على عيوبك أكتر لأن الشمس لما تكون موجودة في برج الدار وده منزلك الـ 12 عشان كده في خلال الفترة دي لازم أخلي بالي كويس قوي قوي يا برج الحود من العيوب الخاصة فيها يعني أخلي بالي من أن أنا أكون في طرف ثالث في مشكلة في خلاف حاجة مدريها في أي حاجة فيها أمور سلبية لازم أخلي بالي كويس قوي قوي لأن الوضع يبقى مش لطيف وخلي بالك احتمالية توقيعة ما بينك وما بين الحبيب كتير يعني في حد عايز يوقع ما بينك وما بين الحبيب ده كتير ده ما تعدش فلازم تكون عندكم حرص شديد طيب برج الحود عندك زي ما قلت لكم علاقات صداقة كتير عايزيني حولها الأمر عاطفي يعني الناس اللي مش مرتبطين هيكون عندكم كتير من المعجبين كتير عايزيني يقربوا منكم كتير عايزيني دخلوا إطار الصداقة عشان اللي هو فكرة إن إحنا اللي هو يعني كأصدقاء نفتح الباب من مدخل الصداقة فعندك ده جدا هيكون فيه علاقة رسمية خلال شهر يناير بالنسبة لك هو هيكون فيه بدايات عارف البدايات دايما اللي بتكون حلوة أو علاقات مشاعر فقط مشاعرنا اللي بتتكلم مشاعرنا اللي بتتحرك إحساسة فهيكون ده موجود لكن علاقات رسمية لو فيه تحديد موعد أو بالنسبة لك فيه اتفاق مسبق قبل شهر يناير يعني فهيكون الوضع لطيف يعني هيكون الدنيا بالنسبة لنا حلوة مشية لطيفة فبالنسبة لك هيكون فيه ممكن يحصل معادلة حاجة لكن لو اتخاذ معاد في خلال فترة يناير فيفضل فيه كل شوية تأجيلات إذا كان الاتفاق المسبق هيكون أكثر عرضة للتأجيلات فده موجود كثير وطبيعي جدا أن يحصل فيه تأثيرات بسبب تأثيرات تراجع الكوكب الزهر برج الجدي طبيعي جدا أن ده يكون متواجد طيب برج الحود بالنسبة لي الناس المتجوزين هيكون عندك فيه نوع من أنواع الجرية على صحة إنجابية أو أن فيه مولود بالفعل أو فيه اهتمام بالأولاد أو اهتمام بالمناقشات الخلافات سواء العاطفية والعائلية مع بعض يعني بنحسن العلاقات زيارات علاقات اتفاقات فيه ده كتير فيه كتير من إن إحنا عايزين نعمل ألفة ما بين الحبيب والشريك جدا جدا بتلعبوا على النقطة دي جدا ده بالنسبة ليه الناس المرتبطين الناس المرتبطين مع بعض الأبراجة هيكون فيه بعض التحذيرات وده اللي أنا هوضحه لكم لما أجي أتكلم على علاقة برج الحود مع كل برجة لكن كمجمل عام إحنا بنتكلم على لو الوضع العاطفي مستقر فهيكون أكثر استقرار هيكون أكثر استقرار لو الوضع العاطفي بيه مشاكل خاصة بيه طرف ثالث فهيكون الأمر هنا مزعج جدا فلازم أخلي بالي مزعج جدا إمتى النص الثاني أكتر بعد يوم 19 أكتر فلازم أكون حريصة اللي خلي بالكم كتير من العلاقات الطرف الثالث اللي ليه علاقة لو أنتم مرتبطين وعندكم ارتباط بحد من الأصدقاء أو أنتم مشاعر مع حد من الأصدقاء خلي بالك بعد يوم 24 لأن الأمر هيحصل فيه تطوير وممكن يحصل فيه مشاكل كبيرة بعد يوم 24 كمان بالأخص فخلي بالكم كتير ما هو فيه ما هو الدنيا بالنسبة لنا حلوة بس فيه مواعيد فيه أوقات فيه عامل استغلال الوقت فيه عامل لأنت تفهم الوقت وده أكتر حاجة أنا دايماً بوضحها ليكم اللي هو فكرة التوقيت التوقيت ده شيء مهم جداً جداً زي توقيت الأرصاد بالزبط طيب بالنسبة ليه من بعد يوم 24 اللي عنده علاقة صداقة كده ولا كده يخلي باله اتراجع قبل ما الدنيا حب هتقع فخلي بالك كتير ده انت خاصة لو الموضوع ده مع بعض الأبراج منهم الأبراج المائية زيك يعني العقرب والحوت والسرطان لو فيه حاجة زي كده فهيبقى فيه شيء مش لطيف بالمرة لو فيه حاجة زي كده الدنيا مش هتبقى لطيفة خلي بالنا طيب بالنسبة يا برج الحوت للناس اللي عندهم مشاكل بالفعل ومهددين بالانفصال هنكون معرضة أكثر لانفصال واقع لو الأمر تدخل فيه الآخرين ودخلنا فيه ان احنا بنشتكل الآخرين وغير وغير فيكون الأمر مش لطيف بالنسبة طيب للناس المنفصلين فيه بعض الأبراج اللي هيكون فيهم رجوع كتير أو بنسبة كبيرة جدا يعني فيه رجوع أو بالفعل انت أصلا بتجري على موضوع رجوع أو حد بيجري عليك في موضوع رجوع تعالوا نتكلم على علاقتك مع كل برج نبدأ ببرج الحمل برج الحمل بالنسبة لك فيه علاقة لها بالأمور بالنسبة لنا علاقة هتبقى جيدة بس هتبقى فيها صعوبة لو فيها مشاكل العلاقة دي هيبقى فيها صعوبة لو فيها مشاكل خاصة تأثيرات المريخ نواصب جدا جدا في نفسه والحوت ممكن يكون لو حصل خطأ منه فالأمر هيبقى يعني هيبقى مجبر على أنه يتحمل ضغوط الكلام اللي ممكن يلاقيها مع برج الحمل فلازم نكون حذرين جدا لكن لو العلاقة يعني في البدايات فهتبقى الأمر مستقر قوي لو فيه اتفاق بخطوبة أو جواز فهيحصل فيه تأجيل أما بالنسبة تأجيل مش أو تأخير يعني لو فيه معاد آخر لكن مش نهاية بالنسبة ليه برج الحوت وبرج السور الحوت والسور هيكون فيه أنه لازم نخلي بالنا من الانتقاط نخلي بالنا كثير من الشكة نخلي بالنا كثير من اهتزاز علاقتنا بكلام الآخرين يعني نخلي بالنا أن احنا ما ندخلش أشخاص في حياتنا ولا ندخل كلامهم في تأثيرتنا أو دعقليتنا عن بتا بالنسبة ليه الجوزاء والحوت الجوزاء هيكون فيه علاقة تحسن بشكل كثير قوي فيه علاقة عاطفية جيدة فيه نحنا نبقى أكثر إعجابه بعض فيه لطف مع بعض والنص الثاني هيبقى العلاقة دي أفضل فيه علاقات تبقى الأمر التوقيت بيختلف فيها كمان كعلاقة يعني أتنين مع بعض لكن لو فرض الواحده بتختلف العلاقة لو مرتبطين مع الجوزاء هتبقى لطيفة وفيها تحسن أكثر النص الثاني لكن لو فيه طرف ثالث خلي بالكم لأن الجوزاء يبقى شايف نفسه أكثر طب بالنسبة ليه برج السرطان برج السرطان بالنسبة لك هيكون فيه علاقة هي علاقة حلوة بس خلي بالك لأن فيها شك عشان كده قلت لكم خلي بالكم أكثر مع العلاقات الأبراج المائية هيبقى فيها شك بس علاقة حلوة للناس اللي فيها استقرار يعني اللي فيه استقرار بالعكس يبقوا بيهدوا بعض يبقوا قريبين من بعض يبقوا مسنزين لبعض خاصة مرقة السرطان ورجل الحوت بالنسبة ليه برج الحوت والأسد الحوت والأسد هم الاتنين هيكون فيه تحسن للأفضل يعني أفضل من قبل بس لو كان فيه أخطاء فهيكون فيه محاولات للتصالح ولكن في نفس الوقت المحاولات لو فيه مشاكل وهيبقى فيه تصالح هيبقى المشاكل التصالح ده بياخد وقت على ما يحصل التصالح لكن العلاقة دي لو فيها أولاد هيكون فيه محاولات للأرب أكتر لأن عندهم موضوع ينشغلوا بيهب أولادهم بالنسبة أو موليد بالنسبة ليه العزراء هيكون فيه تحسن بشكل كتير قوي بس خلي بالي طبعا من انتقاد العزراء يخلي باله أكتر الميزان والحوت هتبقى علاقة قد إيه رائعة وفيها رجوع لو منفصلين هتبقى علاقة كتير جيدة فيها تميز فيها رجوع فيها إحساس فيها مشاعر بالنسبة ليه برج العرب هيكون بالنسبة لنا فيه تحسن فيه مولود بشكل جدا قوي بس في نفس الوقت أخلي بالي لأن الطاقة معاكسة البرج العرب يعني محتاج أنك تتحمل شخصية العرب جدا محتاج أن الحوت يتحمل العرب لأن العرب مهزوز خاصة رجل العرب خاصة العشرية التانية بالنسبة ليه برج الحوت والقوس الحوت والقوس أنتو الاثنين عايزين تقربوا لبعض عايزين تحسنوا العلاقة مع بعض عايزين يبقى فيه جوه لطيف منجذبين من بعض ممكن يكون فيه بدايات كمان بدايات يعني تنجذب للقوس أكتر طيب والقوس ينجذب كتير لمرأة الحوت على فكرة رجل القوس ينجذب كتير جدا جدا لمرأة الحوت يشوف مرأة الحوت يتخمل عليها المهم آه لأن مرأة الحوت بنسبة له يعني حاجة حلوة قوي بتعديدا الكامل كاملك بالنسبة لي برج الحوت وهو اي برج الجدي يتخلي بالكم بس من الاعداء من الاشخاص اليми بيتدخلوا حياة بدنا السماعي ايضا عليكم انطباع سلبي او تفكير سلبي في كرارات فكير اللي ديرا الكاملين كل هذا لو انتم عندكم المشاكل باننتم لو سمعتوا تأثيرات من الاخرين هاي اقترى الامر الى انفصال. بالنسبة ليه الدلو برج الحوت هتبقى علاقة كتير حلو وعايزين يرجع لوقت عايزين يقربوا البعض عايزين يحسنوا علاقة عايزين يتميزوا عايزين ان يبقى فيه نوع من أنواع يعني مهما كان العلاقة تبقى أحسن من قبل حتى لو فيه مشاكل الوضع يا يحصل فيه تصالح لو فيه مشاكل هنحسن العلاقة أكتر بالنسبة لي برج الحوت وي برج الحوت الحوت والحوت شوية كل حد فيكم شايف نفسه يعني الحوت مع معظم الأبراج فيه تحسن بس في نفس الوقت الحوت لو منفصلين فيه رجوع لو منفصلين فيه رجوع ومرقة الحوت دايما اللي بتكون مع رجل الحوت أضعف لكن مرقة الحوت مع أي حد تاني ممكن تكون قوية لكن مع برج الحوت نفسه بتبقى ضعيفة شوية لكن الحوت والحوت نخلي بالنا كتير قوي من المشاكل نخلي بالنا من الخلافات احنا لازم نقفل صفحة الماضي عشان نبدأ صفحة جديدة ده علاقتك مع كل الأبراج بشكركم كتير ما تنسوش لاعك وشير الاشتراك في قناة تفعيل الجرس سلام